هذه الآن صورة دار الرئاسة ذات المساحة الواسعة الواقعة في مديرية السبعين بالعاصمة اليمنية نشاهدها الآن في هذه الصورة وتبين هذه الصور مشاهدين الاستخباراتية والفضائية تفاصيل كذلك ارتباط دار الرئاسة بمنشأة سرية تحت الأرض كما نتابع هنا في يمين الصورة دار الرئاسة وعلى يسارها المنشأة السرية حيث كشف التحالف ارتباط هتين المنشأتين هذه المنشأة السرية مشاهدين تحوي مخازن وملاجئ وأنفاق جبلية لتخزين الصواريخ ومنصات للإطلاق وترتبط بجبل النهدين وتوضح هذه الصورة هنا مشاهدين مدخل المنشأة السرية من المواقف من قبل الأشخاص والعربات ومدخل وملجأ تحت الأرض كما نتابع معكم في هذه الصورة على الشاشة الآن أما هذه الصورة فتظهر المخازن السرية داخل المنشأة السرية المرتبطة بدار الرئاسة في العاصمة اليمنية صنع صورة أخرى توضح وجود ثلاثة أنفاق جبلية هي قيادة للقيادة والسيطرة ومخازن لصواريخ باليستية بجانب نفق وملجأ للدبابات ومدخل جنوبي هذه الصورة التي نشاهدها الآن على الشاشة تبين مدخل من دار الرئاسة للمنشأة وموقع للاتصالات ومدخل العربات للمنشأة وفتحات للتهوية الصورة الأخيرة نشاهدها الآن على الشاشة توضح آثار ما بعد قصف التحالف لاستهداف طائرات التحالف في عملية نوعية عملية نقل أسلحة من المنشأة السرية بعد استهداف التحالف لها قبل يومين ترجمة نانسي قنقر